أهلا بكم مشاهدين مشاهدي بيت للكل في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الهوية هوية العربية هوية الفلسطينية أيضا ونحن نتحدث عن 76 عاما من عمر النكبة التي حلت بأشعب الفلسطيني محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية بكافة الأشكال ولكن رغم كل هذه المحاولات الا أن التحدي الفلسطيني استطاع الحفاظ على هذه الهوية ونموها وتطورها في مراحل مختلفة نصلت الضوء أكثر على هذه القضية المهمة يسعدنا أن نرحب معنا في السوديو بيا الدكتور معتصم الناصر أستاذ التاريخ السياسي في جامعة القدس دكتور أهلا ومرحبا بك أهلا إلى بيت للكل وجمهورنا طبعا عريض وواسع من الأقطار العربية في المملكة الأردنية الهاشمية وفي العراق وجمهورية مصر العربية وكذلك في فلسطين وعندما نتحدث عن هذه أسنوات الطوال في أمر القضية الفلسطينية منذ النكبة وصولا إلى اليوم والنكبة مستمرة بتدعياتها وأشكالها المختلفة وهذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني أين الهوية الفلسطينية اليوم؟ كيف يمكن أن نوصف الهوية الفلسطينية في ظل هذا الواقع؟ اسمح لي أن نعود قليلا إلى الماضي أكثر من عانى من قضية الهوية هو الشعب الفلسطيني الأمة العربية جمعة لم يكن هناك هوية وطنية أو هوية قومية عبر التاريخ الإسلامي هناك الرابطة الدينية والرابطة الإسلامية ولكن بعد نهاية الدولة العثمانية وبداية الاستعمار بدأت تتشكل الهويات الوطنية والهويات القومية في أواخر أحد الدولة العثمانية بدأ نقاش حول الهوية القومية العربية وهذا النقاش بلاد الشام بالذات والعراق حول تكوين الهوية العربية وهذا أدى إلى صراع مع الدولة العثمانية لا نريد الإطالة به مع نهاية الدولة العثمانية بدأت تكوين الدول على أساس وطني على أساس قطري سواء في حكومة فيصل في سوريا وسقوطها أدى إلى قيام دولة سوريا ومن ثم المملكة الأردنية ومن ثم المملكة العراق في الواحد وعشرين ولكن في تلك المرحلة الشعب الفلسطيني أين؟ هل هناك رابطة؟ هل هناك هوية وطنية فلسطينية؟ للأسف الشديد لم يكن هناك رابطة سيئا مع الدول العربية أو مع الأكتار العربية ولكن بريطانيا تعمدت في مرحلة الاحتلال والانتداب البريطاني أن لا يكون هناك هوية فلسطينية ولكن الشعب الفلسطيني بدأ من الصفر وكون الهوية ولكن في بدايات تكوين الهوية الوطنية الفلسطينية لم تكن تتضح الصورة هل نحن العرب أم نحن الفلسطينيون في الشارع الفلسطيني ولذلك عقد المؤتمر الفلسطيني الأول في عام 1919 تحت اسم المؤتمر العربي الفلسطيني وليس المؤتمر الفلسطيني اللجنة العربية العليا التي قادت توري 36 اللجنة العربية العليا وليس اللجنة الفلسطينية فكان هناك توجه في الشارع الفلسطيني نحو الهوية القومية حتى المطالبة بكيان إداري سياسي بما سمي فلسطين بعد سايكس بيكو لم يكن محدد والشعب الفلسطيني كان يعتبر نفسه جزء من سوريا الطبيعي وكان يطلق علينا السوريا الجنوبي فهذا الإطار أو التوجه القومي ويوازيه توجه ديني توجه إسلامي تمثل بالحج أمين الحسيني والرابط الديني وخروجنا من الدولة العثمانية فيما يتعلق بالنكبة تحديدا ونحن في ذكرها السادسة والسبعين عندما نتحدث عن هذا العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين خارج الحدود التاريخية لفلسطين عندما نتحدث أيضا عن حدود 48 ونحن مليوني فلسطيني يعيشون المقدسيين أيضا لهم الظروف المكونات ما إلى ذلك في موضوع الهوية كيف أثر أيضا على الشيء الجمعي بالنسبة للفلسطيني عندما نتحدث عن فلسطيني بهوية فلسطينية وطنية فلسطينية أحد الأهداف الرئيسية للمشروع الصهيوني هو إنهاء الهوية الوطنية الفلسطينية بمعنى على أرض الواقع فلسطينية 48 من صمد من أهلنا في أراضي 48 من تبقى 150-158 ألف شخص في عام 1952 إسرائيل فرضت على سكان فلسطينية الداخل الهوية الإسرائيلية سكان الكدس الشرقية فرضت عليهم الإقامة أنحتهم حق الإقامة وليست الهوية الإسرائيلية 1967 فيما بعد أراضي الفلسطينيين الضف الغربية وقطاع غزة فرضت عليهم هوية الحكم العسكري لما تسمى الإدارة المدنية ولذلك كان مقصود أن لا يكون هناك هوية جامعة أما الشعب الفلسطيني ومن شتت من الفلسطينيين 800 ألف أصبحوا تحت السيطرة الأردنية بما فيهم الضف الغربية وما فيهم اللاجئين في الأردن من 100 إلى 130 ألف في لبنان 100 ألف في سوريا من اللاجئين أحد المعيقات أو أحد الصعوبات التي واجهتها الهوية الوطنية الفلسطينية أن كل دولة عربية تعاملت مع اللاجئين بطريقة مختلفة لم يكن هناك شيء جامع بمعنى طرح موضوع منح جواز صفر فلسطيني مثلا إنشاء حكومة عمم فلسطين وللأسف الشديد حكومة عمم فلسطين لم تستمر إلى بضع سبيع ولم يعترف بجواز صفرها أصلا ولم يعترف فيها إلا من قبل خمس دول لم يكن هناك سياسة عربية بصراحة العبارة اتجاه المجموع الفلسطيني أينما تواجد ولذلك الشعب الفلسطيني بعد النكبة بعد الثمانية وعربين واجه مشكلة الهوية من نحن؟ أين نحن؟ الهوية بالمفهوم الوطني والعنين للوطن موجودة الرابطة الاجتماعية ولكن النكبة الهوية هي أولا وأخيرا هي نتيجة تركيبة اجتماعية اقتصادية في المجتمع في النكبة انتحت هذه التركيبة وهذا سؤال عندما نقف اليوم أين نحن من كل هذه المكونات؟ الثقافية الاجتماعية الاقتصادية المحاولات مستمرة للتذويب هذه الهوية لطمسها، طمس الوجود الفلسطيني أخطر مراحل إنهاء الهوية الوطنية الفلسطينية هي مرحلة الخمسينات وترحت مشاريع تجاوزنا تجاوزناها، استحدث كيف تجاوزناها وإن وصلنا هناك مشاريع أمريكية، أوروبية، أمم المتحدة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الهوية الوطنية الفلسطينية ولكن التاريخ يقول التحدي والاستجاب بفلسفة التاريخ، التحدي والاستجاب الشعب الفلسطيني أصبح له تحدي أو تحدي لهويته الوطنية الاستجاب الفلسطيني تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، في نهاية الخمسينات نتيجة هذا التحدي المتصاعد صار هناك توجه فلسطيني باتجاه دأسيس أحزاب وقوة سياسية فلسطيني وليست عربية فقط، في بداية الخمسينات كان التوجه الفلسطيني باتجاه الأحزاب القومي حركة القومي العرب، طيار الناصري، حزب البعض على أمل الوحدة العربية، على أمل الحلمة العربية ولكن عندما شعر الشعب الفلسطيني أنه ليس هناك فرصة للنجاح أو يحتاج إلى فترة زمنية أصبح التوجه باتجاه تأسيس الأحزاب والقوة السياسية الفلسطينية وأهمها، وأول من توجه هذا التوجه هي حركة فتح صريح العبارة، حركة فتح 65 صحيح ولكن الفكرة بدأت من نهاية الخمسينات من مجلة فلسطينينا، وبلش التوجه وللعلم، أول ظهور هذا التوجه لإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية أصحاب الطيار القومي خونوا وشككوا هذا التوجه ولكن هذا التوجه كان للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وعندما ظهرت حركة فتح بال65 تزاماً مع ظهور منظمة التحرير وظهور ميلاد منظمة التحرير الرغم كل الحديث حول منظمة التحرير الناشئتها وليست منظمة التحرير الآن هناك تشكيك في تأسيس منظمة التحرير هناك من قال أنظمة عربية وأوجة نظام مرادف لها هناك من قال هي تآمر على القضية الفلسطينية نقاش طويل ولكن الجهود الفلسطينية أو المجهود الفلسطينية الرسمية والشعبي والأهلي نجح بمواجهة هذه المحاولات لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو لطمس الثقافي الفلسطينية المتجدرة في الأرض الفلسطينية حتى في داخل أراضي الثمانية العربية اليوم مشكلة صهيونية الدينية أهلنا في الداخل أنه حتى الآن يقول أنا عربي فلسطيني صحيح طيب في فلسطين عنا تحدي الاحتلال والعنوان الأبرز ويجمعنا كمان مع الأقطار العربية تحدي من نوع مختلف العولمة التي تستهدف المكونات الثقافية والعويات العربية والهوية الفلسطينية أيضا كيف يبدو هذا الواقع دكتور اليوم كيف هذا الغزو بمختلف الأشكال يمكن على الرغم من أنه دخل لكل بيب دخل لكل عقل الكبير للصغير أنه نحافظ على هوية فلسطينية وعربية أيضا للأسف الشديد العولمة أنا أربطها بالمشروع الصهيوني الذي هدفه عدم وجود أي رابطة تجمع شعوب هذه المنطقة فالعولمة ووسائل التواصل الاجتماعي مثلا الرد الفلسطيني والرد العربي بتعزيز الرواية الفلسطينية وهذا مهم فلسطينيا يحكى كثيرا نحن هذا الموضوع ولكن لا أعلم كم العمل حاولوا كان بعض المحاولات لتعزيز الرواية الفلسطينية حتى وفق الوسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة موضوع العولمة أو موضوع الثقافي الغربي التي تدخل إلى المجتمع الفلسطيني أو المجتمع العربي بشكل عام هناك محاولات في بعض الدول العربية في بعض الأقطار العربية المجاورة نجحت إلى حد ما إحنا كفلسطينيين في البدايات لتعزيز وخاصة الشعب الفلسطيني أكثر من أي كطر عربي مثل ما تحدثت قبل قليل التحدي والاستجابة كلما زادت تحدي كلما زادت الاستجابة نحن أكثر تحدي الشعب الفلسطيني يواجه أكثر التحديات للهوية الوطنية الفلسطينية ولذلك المطلوب أن نكون أكثر من يبدو الجهد لتعزيز الرواية الفلسطينية لتعزيز التاريخ الفلسطيني لتعزيز الرأي الفلسطيني وللأسف أحداث غزة كشفت أن الرواية حول ما يحدث الحدث يحدث في غزة ولكن إذا كانت الرواية الأمريكية تقرأ من زاوية إذا كانت الرواية الفلسطينية تقرأ من زاوية أخرى فالمطلوب أن يكون هناك رواية فلسطينية لمواجهة هذه المخاطر وأعتقد أنه خلال الفترة الماضية يعني تعززت هذه الرواية ووصلت إلى كل دول العالم وهذا يعني ما يحدث عمليا هو خير دليل على أنه التعاطف طبعا الكبير والمؤيدين للشعب الفلسطين المناصرين حتى وصولها إلى الجامعات الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية أو الانتفاضة الطلابية في عجلة في دقيقة أننا نتحدث عن هوية وطنية فلسطينية نتحدث عن جانب الثقافي نتحدث عن موضوع العولمة الذي لا يستثني أحدا مع الجيل الناشئ كيف يمكن لنا أن نحافظ على هذا المكون الذي نحاجه إلى اليوم حتى نبقى على هذه الأرض بتقافتنا الوطنية الفلسطينية الجامعة نواجه مشكلة مع الجيل الناشئ للأسف الشديد أنه ليس ضمن اهتماماتهم المطلوب من المؤسسات الرسمية ومن وزارة التربية والتعليم بصريحة العبارة ومن أكاديميين كيف أن يكون الهوية الوطنية الفلسطينية هي ضمن أجندة هذا الجيل ولكن للأسف الجديد تجربة الشخصية في الجامعات أن هذا الجيل الثقافي الوطني والموضوع الوطني بعيد عن أجندته اليوم أجندة الطفل هذا في عالم آخر ولكن المطلوب أن يكون هي إدرك أنه هذا تحصيل حاصل موجود ما فيش خوف عليه ولا تعتبره جزء من إهمال بين مزوجين بس هو خطير جدا خطير المستبشرين بالخير أن قالوا أن الجيل الفلسطيني ما بعد اتفاقيات السلام أنه جيل بعيد عن الموضوع الفلسطيني ولكن ما يحدث اليوم في غزي وما يحدث اليوم في فلسطين دليل أن هذا الجيل يعود إلى التقافي الوطني وإلى الانتماء الوطني وإلى الهوية الوطنية وانتماء كبير شكرا جزيلا لك دكتور موت عصم الناصر أستاذ التاريخ السياسي في جامعة القوز على المشاركة معنا في حلقة بيت الكل هذا الأسبوع شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لكم